السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محبي ومتابعي عادل فتح في كل مكان أصعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة وراحة بال ما تنسوش اللايك والشير لا الفيديو بقى ده أنا عايز ألف لايك إن مجاش ألف لايك أنا هكون زعلان من محبي ومتابع عادل فتح كتير فيه تعليقات كتير جدا وكومنتات جميلة جدا لكن اللايك اللايك يا جماعة الخير علشان خاطر الفيديو أنت بتصعده لناس أخرى ظهر أخيرا السر وراء ظهور أبو زياد في هذه الأيام العصيبة اللي بتنر بها أسرة الحج جابر كلها نتيجة القيلة والقالة والأشاعات وأبو زياد في الإمارات وشهد وهو بيزوء امراته ومه وزياد هنصح تاني الحج صباح تاني وحاجات لا ده أبو زياد دخل السجن أبو زياد تجوز أنا عروسة أبو زياد شوفه مش عارف إيه لا ده نشوفه هو في دبي حاجات وهري في المهر زي ما بيقولوا فكان طلع من أجل رسالة معينة كفوا بقى عن هذه العائلة والآن برضو حتى في المطعم برغم أن ما زال المطعم لم يتم افتتاحه رسميا يعني من حقه يغير اليفطة اللوجو بتاعها كلام من ده لكن هو شغال لكن لسه الافتتاح الرسمي يا جماعة الخير وشوية قالوا لا ده أبو زياد هناك شريك حمد وقع يا جماعة فطلع هذا الرجل الخلوق الرجل المتدين الرجل المصري البسيط جدا 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 الطيب جدا اللي الناس للأسف الشديد ما دخلتش جور هذا الشخص أو هذه العائلة فأصبح فرد منها إنصها لا بيعمل اشتغالات ولا بيحط مخدف بطن مراته ولا بيقول ولا ماني ولا بيطلق مراته ولا مراته بتطلقه ولا الكلام اللي على الساحة اللي احنا شايفينه فراجل اتملى حزن حزن على زوجته الناس نست أن هناك رجال أوفياء لأزواجهم كان هذا الرجل وفي لزوجته أمه زياد واحد يقول لك الله طب هو الوفاء ما ظهرش غير دلوقتي ما كان فيين من ست صباح تشه ألم يعتصر في قلبه ألم يعتصر في قلبه أنا قلتلكم سيبوا الناس دفعالها بصوا للحجة الكبيرة وهي قاعدة على السلالب ونقلة بعيال أمه زياد ويحيى الدكتور يحيى وحسن وكده بصوا لها كلها حزن لأن هي كانت تتوقع النموزيات يعني حاسها النموزيات هتطلع من على السلالب هو نزع علشان ما بتتكلمش يا جماعة الخير هو حد هينسى دناه ما انتو شفتوا جبس عمل إيه على ابنه بعد ما توفى ده لو حيت تلحمة لو ابن يوم محل بنت وبنت بنت في غاية الطيبة والأمارة الله يرحمها ويحسن إليها الحجة صباح لما تروح منهم فجأة ده لو كانت مرضت وقعدت أسبوع واثنين كان بقى عندهم استعداد لكن فجأة بخار واكسجين وفاة حالة زهول فإن اللي حصل بعض القنوات ما سابتش النزف حالها لكن هناك قناة وأنا هخصها قناة فاطيما ويمكن يا رب الرسالة دي وأنا عارف إن الحج جابر بيسمح قناة عد الفتح والأسرة كلها بتسمح قناة عد الفتح والأحفاد أحفادتهم بيسمح قناة عد الفتح فاطيما النهاردة قالت ما ينفعش يا حج جابر ما ينفعش لازم يبقى لكم رد مش رد على الناس لازم يبقى فيه متحدث رسم لهذه الامبراطورية الكبيرة التي لا تغيب عنها الشمس أنت قنوات كبيرة لازم يخصص قناة تكون مرجعية للحدث إن حدث بعض الأشاعات أو الكلام ده يطلع متحدث رسم لهذه العائلة من العائلة وليكن في الوقت الحضر مثلا الحج جابر أو أي واحد موجود إن شاء الله محمود ويبعت الشيء اللي هيسجله يقول يفند يقول يا جماعة هذا عاري تماما من الصحة إحنا بخير ما فيش مثلا كذا إحنا كلها مشاغل حياة ده فيه كذا 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 يبدأ علشان خاطر فيه قنوات بتخش على طول ما عندهاش رحمة ولا عندها إنسانية فبتختال الإنساء فأنا من هذا المكان أؤين رأي أختنا فاطيمة أن لابد لهذه الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس من متحدث رسمي يطلع إن شاء الله مرة كل 15 يوم حسب الحدث اللي بيحصل مرة كل عشر طياب ما فيش حاجة مرة كل شهر يا رب ما يحصل أي حاجة مرة كل شهر إيه لما يحدث حاجة ويجي بعض الأشاعات اللي بتطلع يروح رايح لهذه القناة يلاقي فيها الخبر اليقين عن هذه العائلة شيء جميل جدا أبو زياد رجل متدين متدين جدا ومتسامح جدا جدا وقلبه ما زال حزين جدا على رفيقة عمره رفيقة حياته هو خد أجازة من الدنيا كلها واعترف وأقر بأن أولاده عندهم قناة أموهم شوفوا هذا الخلق لا طلع ويقول ده القناة منصفة بيني وبن زوجتي ولا الكلام الخايف قال إن قناة والدتهم ما زالت عندهم والخير بتاحها كتير جدا 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 وطيب اتسأل من الأخ اللي كان معاه بيقول له طيب هل أنت تجوزت؟ قال له لا أنا إزاي أتجوز وأنا قلبي ما زال يعني حزين يعني هو ما زال ينادي زوجته أمو زياد الحق صباح بيناديها في الفجر في صلاة الفجر هو رايح حاسس بها في كل وقت فحب الحزن اللي فيه أولاده ما تعشوش أو اللي حواليه ما يعشوش أو زي ما بيقول لك هنكد على كل الناس ففضل إيه؟ الخروج وراع عنده أشغاله برضو في القاهرة وراع عنده أشغاله بعيد شوية عشان يبدي نفسه استراحة فيه ناس بتقول لك إيه؟ طب والموقف ديه ليه الآن؟ لأنه هو حزين حزين لحيدا ما جاته الكومة كومة الحزن خلاص هتطلع هتبقى طاقة سلبية رهيبة جدا ففضل الإنسحاب ولكن بإحترام وبهدوء ويكون كل تأدير وكل إحترام هنبدأ بقى نتدخل في الشؤون الداخلية لأولاده ونقوله الله طب وما ياخدش أولاده ليه؟ ما ياخدش أولاده ليه معهم؟ ما خلاص لما انت كده يا عمي إحنا معنا يا عمي هو حاسس أن أولاده في إيد أمينة طول مهم مع جدهم وتيتة وإخوالهم هو قالها أولادي في إيد أمينة ومع ناس بيراعوا ربنا وبيخافوا ربنا وهو ما فتح له البيت في كل ده جزء الحاجة صباح ده جزء عينيهم هو فيه وإحنا هنخلق مشاكل لا ده لازم يضم وهو لازم يضم ما تسيبوا الراجل لازم يضم أولاده هو في حالة الحزن ويبقى في حالة الغم والهم والحزن ليه؟ فهو يكن كل تقدير وكل احترام للحجة الكبيرة وهي أهل لهذا الكلام والحماه وراجل محترم وراجل خلوق وأنا بقول هنا كلمة قبل ما تناسب حاسب فعلا الحج جابر أصاب حينما ناسب هذا الرجل لأن عطى بنته لإنسان أمين شايفين شايفين الوفاء شايفين وفاء هذا الرجل عنده طاقة حزن كبيرة جدا حزين زوج حزين محتاج أنه يفرخ هذه الشحنة السالبة اللي عنده مش عايز بناته تحس بيها وخاصة أنه عنده ولد في مقتبل خلاص مرحلة الشباب وبنتي هتبقى عروسة وكل الناس المحيطة بيه لا أنا عايزة وحتى الناس اللي مراعوش ربنا وتسأل قالوله انت تسجنت طيب لا يعني ما هي موضوع خلهم ما زالوا بيتشككوا في وفاة أمو الزياد فسهلا بقى لما يقولوله انت كنت في السجن انت كنت غايب ليه لازم تقول لنا لازم تعمل لنا لا يا جماعة الخير حرام حرام ان احنا علشان شوية مشاهدة ليلة نضيح كمان استصمارات كبيرة هائلة الناس التي تتعف فيها انا قلت احب لاخيك كما تحب لنفسك سيبوا الناس في حالها البيوت أسرار لكن انا من هذا المكان وجه رسالة لهذه الامبراطورية العظمة التي لا تغيب عنها الشمس أبدا قنوات كثيرة لابد لهذه الامبراطورية يكون لها متحدث رسمي علشان يسكت كل الألسنة قام يعني أورضت الأخت الفاضلة فاطيمة لازم هذه القناة يبقى لها مرجعية انا ارجع لها حصل حاجة اروح داخل على طول على القناة وتبقى الوحدة خالص والناس تتحقق من الحقيقة من داخل هذه القناة على لسانهم وليس بقى على لسان فلان أو علان أو اللي أنا شوف أو اللي أنا روح أو أنا رايح دبي أنا لقيتها وكانت ماشي على العربية وعندها جلطة في المخ وكان في واحد بيزقها وحتى كان قدامها حراسة من الامارات لا دبي لا ده تم القبض عليه ده ترحل ده كان مش عالي هو في ايه يا جماع هو في ايه في ايه وتقول لك واحدة يعني حاجة أنا مش عايزة تكلم يعني علشان محدش يزعل حاجات تحرد دقة وتحرد امانة شيء اهم شيء للأسف الشديد الكل بيالهو زي ما قال حمدي اليوتيوب المصري اصبح يبحث عن المشاهدة فقط بفضل نظر عن اي شيء لا للأسف الشديد احنا عايزين نرجع لليوتيوب اه ابحث عن المشاهدة ولكن بدون ان تجرح اي شيء لكن برضو انا احمل هذه الاسرة خطأ كبير جدا ان ما كانش لها متحدث رسمي بقناة رسمية تطلع اي شيء يعترض هذه العائلة يطلع هذا المتحدث ويقول واحد اتنين ثلاثة في صورة اكنه بيلقي بيان لمتابعينهم ده عندهم بسم الله ما شاء الله الله اكبر عشرين قناة خمسة وعشرين قناة وما ينفحش ابدا يعني زي ما بيقولوا هذه المؤسسة الكبيرة الاعلامية تتساب من غير متحدث رسمي ينوب عن الكل عن حمد وقنواته عن محمود وقنواته عن حوارات وقنواتها عن حسن ومحمد عن اولاد كل لما زي ما بيقولوا اي خبر يتقال يترد عليه بدون الاشارة لصاحب هذا الخبر ولكن هو بيرد بيقول ما حصلش احنا كذا وكل ثمان كل التحية وكل الاحترام لمحب ومتابعه عاد الفتح في كل مكان وبنقول لابو زياد اهلا وسهلا انت راجل اصيل وراجل ابن حسب ومناسب وفعلا وريس الاصل الطيب ونسلك طيب واحنا حزنك مقدرينه على امو زياد اظن بعد الفيديو ده لسه حده هيقول امو زياد حيا ولا ميتة اظن بقعي شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم